الندوة الدولية حول موضوع الممارسات الفضلة كمصدر استلهام لتطوير الاستراتيجيات الوطنية للسلامة الطرقية شكلت مناسبة للتفكير في آليات مبتكرة بناء على تقييم موضوعي بكل ما اتخذ من إجراءات منذ الشروع في تنفيذ الاستراتيجيات المتعلقة بالسلامة الطرقية عشرات البلدان في العالم خفضوا بخمسين في المئة عدد القطاع الطرق ديالهم وثلاثين بلاد خفضت ما بين ثلاثين وخمسين في المئة فارتأينا أن طلبوا من بعض البلدان يجيوا يتقاسموا معانا التجارب ديالهم وهذا داخل في تقييم ديال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية من أجل التحسين من الأدات ديال هذه الاستراتيجية تنظيم هذه الندوة يرم بالأساس الاستفادة من الممارسات والتجارب الرائدة في مجال السلامة الطرقية وأخذها بعين الاعتبار نحن عندنا اليقين بأنه كما نقل نحن لا نعيد اختراع العجلة السلامة الطرقية هي واحد المجال العلمي مهني بامتياز كان واحد مجموعة هذه التجارب اللي حققت واحد النتائج اللي هي متميزة فتح نقص نحقق نتائج متميزة يعني لدينا اليقين أنه بلادنا والقطاعات المتدخلة في المجال ديال السلامة الطرقية في المنظومة ديال السلامة الطرقية لدينا كل مؤهلات والمقويمات أننا ننجحوا وأننا نفتحكم في هذه الظاهرة نعدم السلامة الطرقية في بلادنا المغرب حقق مكتسبات عديدة في مجال السلامة الطرقية وسيحصد السنة المقبلة المؤتمر الوزاري العالمي الرابع للسلامة الطرقية كما تم توقع اتفاقية شركة بين الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل تهمان وضع برامج للتكوين مخصصة لمدربي تعليم السياقة البرامج التكوينية تهدف إلى تحسين مهارات مدربي تعليم السياقة ومواءمة النظام الوطني لمدارس تعليم السياقة بضلاً عن التحسين المستمر للممارسات في مجال السياقة الأمنة ومثلت هذه الندوة الدولية منصة للتعريف بالتجارب الرائدة في تدبير السلامة الطرقية في جوانبها المرتبطة بالتدبير المؤسساتي والمقاربات المنهجية ومخططات العمل المعتمدة